إلى أسواق المعادن النفيس حيث ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 1783 دولارا للأوقية وعلى الصعيد المحلي فوصل الذهب عيار 18 إلى 669 جنيها للجرام أما عيار 21 فوصل إلى 780 جنيها للجرام عيار 24 وصل إلى 891 جنيها للجرام أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 6240 جنيها إلى أسواق البترول العالمية حيث صعدت الأسعار إلى أعلى مستوى بثلاثة أعوام متجاوزة 86 دولارا للبرميل بفضل قلة الإمدادات وأزمة طاقة عالمية لكنها تراجعت مع إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد مؤشرات على أن موجة الصعود بلغت أقصى مدالها على ما يبدو وصعد سعر خام بريند بالعقود الأجلة بنسبة 1.1 من 10% إلى 84.90 دولارا للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي لشهر نوفمبر بنسبة 9 من 10% إلى 82.68 دولارا للبرميل